الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يعني مصدراً لمزيداً من الثقة ومزيداً من الأطمئنان ومزيداً من السير الصحيح على طريق نصرة الإسلام والمسلمين طيب هذه السلسلة بطبيعة الحال كونها غير مستقلة وإنما آتية بعد مجموعة من السلاسل فيما يتعلق بالإصلاح بوصلة المصلح، مركزيات الإصلاح، شرح المنهاج وما إلى ذلك فبطبيعة الحال الإنسان لا يقول فيها كل شيء وإنما يحيل في كثير منها إلى ما قيل سابقاً أو يدع المشاهد إلى أن يكمل هو بنفسه بعض ما قيل في مواطن أخرى زاد المصلحين الله سبحانه وتعالى قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى خير الزاد هنا التقوى هي زاد معنوي وليست زاداً حسياً ومع ذلك كانت خير زاد والإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى هو في سفر والمسافر لا يسافر إلا بزاد وهذا المسافر كذلك إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى الزاد وهذا الزاد ينبغي أن يكون موائماً لحال السفر ولذلك معرفة الطريق ومعرفة الغاية تعين على تحديد الزاد المناسب فحين تعرف الطريق أنه طريق الأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى فأنت تحمل من الزاد ما يتناسب مع وعثاء السفر وعقبات الطريق ومع طول المسافة ومع التحديات وأما من يسلك طريق الأنبياء ولا يحمل من الزاد ولا يهيئ لنفسه من الزاد ما يعينه على لأواء الطريق ومشاقه فقد ينقطع به الزاد القليل قد تنقطع به راحلته قد ينقطع به سيره فلا يكمل طريقه نسأل الله سبحانه وتعالى يعني العافية ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات نحن قلنا من أهم ما يعين على تصور الزاد هو تصور الطريق أليس كذلك؟ من أهم ما يعين على تصور الزاد والاستعداد به ومن خلاله هو تصور الطريق ولما نقول أن الطريق هو طريق الأنبياء فمعنى ذلك أننا نتحدث عن طريق ليس مهجورا نتحدث عن طريق لست أول من تجرب السيرة فيه نتحدث عن طريق سلكه أناس قبلك نتحدث عن طريق سلكه أشرف الخلق ومن أهم ما يعين على الزاد أن تنظر في طبيعة العقبات التي واجهتهم وفي طبيعة الزاد الذي فعلوه لتقول هذا ما فعله من قبلي هذا ما فعله من وصل هذا ما فعله من سلك قبلي فأنا أقتدي به في الزاد وأقتدي به في التجربة أو أجرب بمثل ما فعله وهو لم يفعل ذلك إلا عن أمر الله سبحانه وتعالى وبناء على ذلك من أعظم ما يسهل الطريق وزاد الطريق أن تبصر أحوال من سلك الطريق قبلك وأحوال من نجى من عقبات هذا الطريق وأحوال من وصل إلى نهاية هذا الطريق بخير وسلام وأمان وتوفيق وهداية ونور ولذلك كل من يتحدث عن زاد المصلحين لا بد أن يتحدث عن معالم طريق النبيين كل من يتحدث عن زاد المصلحين لا بد أن يتحدث عن قصص الأنبياء والمرسلين ماذا واجهوا كيف واجهوا بما تزودوا وبناء على ذلك نعلم أن القضية هي قضية اتباع واقتداء وليست قضية ابتكار نظريات جديدة في الزاد وإنما يكون الزاد ثميناً وثرياً وواسعاً وغنياً بقدر ما يكون الاتباع لصاحبه في هذا الطريق لمن سلك قبله موافقاً ومتابعاً طيب هل الله سبحانه وتعالى لما بعث الأنبياء أوصاهم بزاد معين أو أعطاهم زاداً معين أو وصاهم بوصايا معينة تكون لهم زاداً في هذا الطريق قبل أن يبدأوا طريقهم الإصلاحي لا شك نعم طيب هل الله سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء الأنبياء أو أوصاهم بأنواع من الزاد أثناء الطريق الإصلاحي وليس فقط في بدايته نعم كذلك نعم كذلك بمعنى أن الزاد الذي يحتاجه السالك هو زاد في بداية الطريق من جهة وزاد أثناء الطريق من جهة يحتاج أن يتزود به وذلك في السفر الحسي في العصر الحديث مثل محطات البنزين التي تأتي أثناء الطريق فأنت تجهز الراحلة بقدر من الاستعداد المبكر ثم بعد ذلك شيئا فشيئا كلما احتجت إلى الزاد تزيد هذه الراحلة أو تزيد ما يحتاج إلى الزاد أثناء الطريق فتنطلق من جديد انطلاق كبير نحن نقول من سلك الطريق قبلنا من نجا قبلنا من وصل قبلنا من أنبياء الله سبحانه وتعالى كان الزاد الذي يعطونه من رب العالمين سبحانه وبحمده بعضه زاد في بداية الطريق وبعضه زاد في أثناء الطريق وبعضه زاد في أثناء الطريق في هذا من الفائدة في هذا من الفائدة أن الزاد في بداية الطريق مهما كان قويا مهما كان متينا فإنه لا يكفي ولا بد من دوام التزود على طول الطريق فإذا كان الأنبياء الذين هم الأنبياء لم يكفهم زاد البدايات فقط وإنما احتاجوا إلى التأييد والعون والوصايا الإلهية على طول الطريق فكذلك من يتبع الأنبياء لا يكفيه بداية الزاد لا يكفيه زاد بداية الطريق وإنما لا بد أن يظل متزودا وهذا التنبيه مهم لأنه أحيانا يظن الإنسان أن مرحلة الزاد هي مرحلة معينة خلاص هذه المرحلة المعينة أنشغل فيها أنا بالإيمان والعلم والتزكية وكذا ثم بعد ذلك تأتي مرحلة اسمها مرحلة مثلا عطاء العطاء ولا الإصلاح وخلاص أنا الحمد لله أعتمد على إيش الزاد الأول هذا لا يصلح أبدا ولا يكفي أبدا لابد من زاد البدايات ولا بد من زاد أثناء الطريق وإلا فلا بلوغ ولا وصول ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى لم يزل يوصي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه من الوصائع والمثبتات أثناء الطريق بحسب المواقف والأحداث وحتى الصحابة الذين هم حملتوا هذا الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أثناء الطريق تحصل أشياء تحصل أحداث تحصل مواقف تحصل أزمات ينزل القرآن يزودهم بما ينبغي لهم أن يتزودوا به من خلال يعني خلنا نقول من خلال الآيات التي تأتي موافقة للأحداث طيب والزاد الذي يأتي أثناء الطريق على قسمين الزاد الذي يأتي أثناء الطريق وليس البداية على قسمين زاد قبل بداية الأحداث المعينة يعني في حدث معين في مواجهة الباطل في حدث معين في الصدع بالحق في حدث هذا النوع من الأحداث في طريق الآخرة في طريق الأنبياء يحتاج إلى زاد خاص قبل البدء بالحدث وهناك قسم من الزاد يأتي بعد الأحداث مباشرة الأحداث أحيانا تبعثر أشياء في النفس أحيانا تشتت الإنسان أحيانا يخرج الإنسان منها برصيد من الأحزان والهموم والإشكالات فيأتي تأتي أهمية الزاد الذي يعقب الأحداث كما تأتي أهمية الزاد الذي يسبق الأحداث واضح؟ طيب هذا الآن كله هذان القسمان هما يعتبران نوع من أنواع الزاد الأثناء الطريق اللي هو يمكن أن نسميه يمكن أن نقول النوع الزاد الزاد المؤقت المؤقت مو المحدود يعني لا الزاد المؤقت يعني الذي له وقت الزاد الذي الذي هو مرتبط بحدث النوع الثاني من الزاد اللي أثناء الطريق هو الزاد غير المؤقت الزاد الذي هو يكون على طول الطريق بدون تحديد أوقات معينة أو تحديد أحداث معينة واضح؟ طيب نريد أن نأخذ أمثلة الآن على هذه الأقسام كده بشكل سريع بعدين نبدأ في مفردات هذا الزاد بالنسبة لزاد ما قبل الطريق زاد ما قبل الطريق ما قبل الانطلاق أو في بداية الانطلاق هذا اللي قبل الطريق كله وليس إيش بداية الأحداث المعينة في عندنا من أظهر المواقف فيها أو الآيات فيها ما حصل مع موسى عليه السلام قبل أن يقول الله سبحانه وتعالى له اذهب إلى فرعون إنه طغى قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى هذا الآن ما علاقته بالكلام المباشر الذي سيقوله لفرعون وليس مرتبطا بنفس الدعوة هو مرتبط بالزاد الذي يحتاجه الداعية أو الذي يحتاجه المصلح جيد هذا من أظهر الأدلة في القرآن على أهمية الزاد للمصلح قبل انطلاقه في طريق الإصلاح ومن خلال هذه الوصايا تحديدا المذكورة في سورة طاها في وصية الله لموسى تعلم مفردات أهم ما يحتاجه المصلح في طريقه الإصلاحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا العلم بالله فاعبدني العبودية لله سبحانه وتعالى الناتج عن العلم به وأقم الصلاة الذكري مركزية الصلاة من ناحية العبوديات بالنسبة للمؤمن وللمصلح خاصة إن الساعة آتية أكاد أخفيها تذكر الآخرة واليقيم بها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصد أنك عنها من لا يؤمن بها واتبعه فتردى قد يمكن أن نقول أن معرفة الباطل ومجانبة الباطل والوعي به وعدم الإنجرار إليه والنفور منه وكراهيته إلى آخره هذه من مفردات الزاد جيد ومما جاء في القرآن يبين الزاد الذي في بداية الطريق قوله سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ويمكن أن نقول أن الزاد هنا هو اليقين الآتي عن طريق التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى لأن هذه الآيات وكذلك نري إبراهيم وملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين هذه ترى مذكورة في أحداث لما كان إبراهيم في بداية الأمر مع قومه لما رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل وتعرف الخلاف بين المفسرين هل هذا كان مقام نظر أم كان مقام مناظرة فهو في الأخير في البدايات جيد ومن الأدلة على ذلك كذلك في قضية الزاد الذي في بداية الطريق ما قدر الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في فترة الخلوة والتفكر والتأمل التي قدرها له قبل البعثة فكانت زادا له فكانت زادا له على أنه ليس الزاد المنصوص عليه في الوحي لكنه كان شيء من التهيئة شيء من الزاد ثم بعد ذلك ترى أول ما نزل من القرآن ترى هو يعني يتضمن شيئا من الزاد لأنه هذه الآيات في أول خمس آيات في سورة اقرأ ليس فيها الأمر بالبلاغ وإنما ايش اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ليس فيها الآن قم فأنذر واضح وإنما هي اقرأ فهذا للإنسان في نفسه في أساس الأمر وباسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إلى آخره هذا أيضا يؤكد قضية العلم بالله ومركزية العلم بالله في بداية الطريق الإصلاحي واضح الفكرة ومما يمكن أن يقال إنه زاد للنبي صلى الله عليه وسلم كان زاد النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الطريق مع أنه جاء بعد البعثة لكنه في البدايات تماما يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلة كما قال من قال هما قيامان أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم قم الليل وقم فأنذر والإحسان في قيام يعينه على الإحسان في القيام الآخر قم الليلة إلا قليلة قم فأنذر فأيضا هذا من الأدلة نحن الآن ما نجلس نفصل في كل زاد بعينه بعدين يأتي التفصيل إن شاء الله لكن الآن فقط جاسين نذكر إيش أدلة على أن الزاد يكون في بداية الطريق بما أن الأنبياء هم الذين نسلكوا هذا الطريق ووصلوا فنحن ننظر ما الذي يتزود به ما الذي يزود به محطات التزويد في مواضعها وبالتالي يفهم الإنسان مدى احتياجه لمثل ذلك هذا الآن كله على النوع الأول أو عفوا ليس النوع الأول هذا كله على ما قبل الانطلاق أو في بداية الانطلاق في الطريق بعدين يأتي الزاد اللي هو أثناء الطريق وقلنا الزاد اللي أثناء الطريق مؤقت وغير مؤقت والمؤقت قسمان مؤقت فيما قبل الأحداث ومؤقت فيما بعد الأحداث فمؤقت فيما قبل الأحداث في أدلة من القرآن من مثل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين هذا الآن الوصاية الخاصة المتعلقة بمحطات الطريق ويمكن أن يدخل فيها يعني شيء من العام يعني مثلا شيء من غير المؤقت يعني الزاد غير المؤقت قد يحصل أحيانا يحصل أحيانا أن يكون أن يحتاج إليه في وقت معين مثلا تعاهد القرآن هل هو من الزاد المؤقت أو غير المؤقت غير المؤقت هو على طول الطريق لكنه أحيانا يحتاج إلى أن يكون مؤقتا أقصد يعني أن يوصى به وصية خاصة للسالك في مرحلة ما ومن الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسق قال ابن مسعود ما بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين فهذا وإن كان أمرا يحتاجه المصلحة لا طول الطريق إلا أن هذه الآية نزلت في وقت معين لأحوال معينة في المؤمنين عتب بها المؤمنون يعني خلنا نقول يترقى حالهم من حال إلى حال واضح فالزاد غير المؤقت قد يكون مؤقتا في أحوال واضح فهذه الأحوال اللي هي ليس بالضرورة أن تكون أحداثا معينة بقدر ما هي قد تكون إيش يعني خلنا نقول ما يطرأ على السالكين من فتور أو ما إلى ذلك ومن هنا لاحظوا إحنا كل هذا المجلس ليس للحديث عن تفصيل زاد معين أو شيء معين أو شعب معين من الزاد وإنما فقط لتصور أين يقع هذا الزاد في الطريق وأن أهميته في البدايات ثم أهميته مع الأحداث سواء قبل الأحداث أو بعد الأحداث بعد الأحداث يا جماعة الخير نجد أن عامة الآيات التي نزلت في سياقات التدافع بين الحق والباطل نزلت قبل التدافع عن بعده 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 يعني الحموك الله يعني آيات سورة آل عمران نزلت بعد معركة أحد آيات الأنفال نزلت بعد معركة بدل صح أو لا؟ آيات إيش كمان؟ التوبة نزلت بعد الأحزاب نزلت بعد هذه الآيات هي بالنسبة لأصحاب رسول الله من أعظم الزاد في الطريق الإصلاحي الذي يجعلهم يتعاملون بشكل أصح مع الأحداث القادمة في التدافع بين الحق والباطل نتيجة الزاد الذي جاءهم بعد الأحداث التي قاموا بها وعملوها ولذلك نجد التفاصيل في الوصايا الإلهية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بعد الأحداث ومن أظهرها على الإطلاق في القرآن ما نزل في آيات سورة آل عمران تحديداً سورة آل عمران ما نزل فيها من تفصيل ما نزل فيها من وصايا ما نزل فيها يعني من مثل قوله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد نس القوم قرح مثله إلى آخر الآيات وفيها وما محمد إلا رسول قد خالت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم أمين قلب على عقبه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين هذه كلها من الوصايا المتعلقة بالذات بعدها في نفس الصفحة وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا عن قوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين هذا كله عبارة عن وصايا نزلت على قلوب في أجساد تسيل منها الدماء من سيوف المشركين يوم أحد فنزلت هذه الوصايا لتكون زاداً حقيقياً يستأنف به المؤمن مسيره ولذلك دائماً يعني بعد الأحداث الكبرى يحتاج المؤمن إلى تجديد الزاد ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وحتى في قصة آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتابع عليه حتى الكلمات التي قالها آدم ليتوب وليتوب الله عليه هي تلقاها من عند الله سبحانه وتعالى فهذا زاد وبالتالي يمكن أن نقول أن الزاد هذا يتأمل في أحوال الأنبياء وفي مواضع نزول القرآن على الأحداث فإن هذا من أعظم ما يتفقه به في مواضع الزاد التي يحتاج المصلح أن يتزود بها أو فيها ليكمل طريقه وأنا ذكرت التوقيت الذي هو ما قبل الأحداث ومن بعد الأحداث هذا ليس كل شيء هذا يعني من أهم مواطن الزاد المؤقت أو الذي يأتي أثناء الطريق وإلا بالمناسبة كل سالك له أوقاته الخاصة التي يحتاج فيها إلى الزاد بمعنى أن الزاد المؤقت الذي ذكرت أنه يكون قبل الأحداث أو بعدها فإنما هو الزاد المتعلق بسير المصلحين العام بسير السالكين العام الجماعي الذي ينصرون به دين الله سبحانه وتعالى أما السير الفردي فلكل إنسان أوقاته أنا ما أقصد أوقاته من الليل والنهار أقصد أوقاته في الطريق محطات في الطريق يحتاج فيها إلى الزاد فإذا فترى فهو يحتاج إلى الزاد خاص إذا وقع في ذنب أو بدأ يفسد قلبه فهو يحتاج إلى الزاد خاص وهكذا فلكل سالك محطاته التي يجب أن يتزود فيها ومن خلالها والسالكون على وجه المجموع في سياق التدافع بين الحق والباطل وفي سياق نصرة الإسلام هناك مواضع معينة يجب أن تكون محلاً لتزودهم محلاً لتزودهم وهناك مواضع بالنسبة لعامة المؤمنين هي مواضع تزود يعني مؤقتة حتى مؤقتة من الشارع أحياناً تكون سنوية يعني مثلاً ترى العشر الأواخر من رمضان هي زاد هي زاد هي موطن خلوة سنوية خاصة مع الاعتكاف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الاعتكاف حرصاً شديداً يعتكف يخلو بنفسه وهذا نوع من الزاد المتكرر خلال السنة ولذلك تأتي قيمة المواسم الإيمانية حتى بالمناسبة حتى المواسم اليومية مثلاً الثلث الأخير من الليل مثلاً أسبوعياً ساعة آخر ساعة من يوم الجمعة وهكذا هذه الآن فكرة الزاد وثقافة الزاد بالنسبة للمصدح وأنه زاد يتكرر أثناء الطريق هو أمر في غاية الأهمية أن يكون في باله وأخطر ما يمكن أن يقع فيه المصلح هو أن يظن أنه جاء في يوم من الأيام وأنه الزاد الذي ينبغي أن يتزود به هذا أخطر ما يمكن أن يقع فيه المصلح اللي هو أنه كان عندنا مرحلة أول ثلاث سنوات والأول أربع سنوات عندنا فيها الزاد مركزين على الزاد وبعدين لا خلاص أنا يعني ما أحتاج الزاد إلا بين فترة وفترة هذه مصيبة ومشكلة كبيرة جداً بل كلما زادت الأعباء واشتدت الأمور والخطوب وزادت تدافع بين الحق والباطل وزادت قدم الإنسان في الطريق ازدادت الحاجة لقضية الزاد لهذا الطريق طيب هذا إذن هذا إذن بعض الأمثلة على الزاد المؤقت والزاد غير المؤقت وعلى الزاد الذي يكون في بداية الطريق والزاد الذي يكون في أثناء الطريق طيب نريد أن نبدأ بأول مفردة من مفردات الزاد نأخذ اليوم مفردة واحدة فقط أو شعبة من شعب الزاد بحيث أنها تكون بحيث أنها تكون إن شاء الله يعني من زاد البدايات المهمة هذا الزاد الأول هو زاد اليقين زاد اليقين اليقين من أهم الشعب الإيمانية التي يحتاجها المؤمن عامة والمصلح بوجه خاص ليتزود بها في بداية طريقه إلى الله سبحانه وتعالى وفي بداية طريقه في نصرة الإسلام والمسلمين وهذا اليقين هو من أعظم ما يعين المصلح على مواجهة العقبات والابتلاءات التي قد تظهر أثناء الطريق بل لا تواجه العقبات بشيء كمثل مواجهتها باليقين مهما كانت هناك من شعب أو إيمانية أو من أدوات وتجارب لمواجهة العقبات فلا تواجه الابتلاءات ولا العقبات بمثل اليقين لا تواجه بمثل اليقين والشق المكمل لليقين في مواجهة العقبات سيأتي إن شاء الله في مجلس آخر إن شاء الله اللي هو التوكل فهما مكملان اليقين وهو المبتدأ والأساس ثم التوكل بمثل هذين أو هاتين الشعبتين لا يمكن أن يجد المصلح شيئا يتزود به للطريق كمثل هاتين الشعبتين اليقين والتوكل أبدا اليقين والتوكل طيب لما نأتي لليقين أولا بالنسبة للأدلة احنا ذكرنا قبل قليل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ونرى أن الله سبحانه وتعالى لما أرى موسى عليه السلام الآيات قبل أن يصل إلى فرعون قال إيش إيش في شيء كذا يدل على معنى اليقين لموسى عليه السلام قبل أن يصل إلى فرعون أصلا طيب تأملوا معي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى هل الآية التي بعدها لنري فرعون من آياتنا الكبرى ما هي لنريك من آياتنا الكبرى أنت يجب أن ترى الآيات قبل فرعون أنت يجب أن يمتلئ قلبك بالإيمان وبرؤية الآيات قبل أن يراها فرعون طيب هل جاء هذا النص في قصة موسى وفرعون في شأن فرعون أيضا فأراه الآية الكبرى وأيضا في سورة طاها ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وابا إذن قبل أن يرى فرعون الآيات يجب أن يراها موسى عليه السلام قبل أن يرى المدعوون ها الآيات وقبل أن يواجه المجرمون بالمدافعة وبالجهاد وبإلى آخره فيجب على الحمل والمصلحين والمؤمنين أن يروا هم الآيات وأن يؤمنوا إيمانا تاما بها وأن يوقنوا لأن هذه قبل تلك ولا يكمل التأثير بالحجة والبيان والآيات إلا من قلب موقن تاما اليقين بما يتحدث لا يكمل تأثير وقع الآيات ووقع الحديث ولو كان صحيحا في ذاته إلا إذا كان قلب المتحدث موقنا تاما بما يقول أنا أقول لا يكمل التأثير لا أقول لا يحصل التأثير وإنما لا يكمل ولا يتم إلا إذا كان الإنسان على هذه الثقة وعلى هذا اليقين إذن هذه أدلة واضحة على أهمية اليقين ورؤية الآيات وما يحدث رؤية الآيات رحمك الله من حاجة أو عفوا من أثر في قلب الإنسان المؤمن في بداية طريقه الإصلاحي وهذه في قصة موسى في بداية الطريق أليس كذلك؟ ونحن نتكلم الآن عن شعبة هي شعبة من أهم شعبة ببدايات الطريق اليقين ويجب أن تظل وبالمناسبة هذه من الشعب وهذا يعني ترى حتى التزود لما نقول زاد الطريق ترى الزاد على أقسام نحن قلنا مؤقت وغير مؤقت وكذا وفي بداية الطريق لا فيه أصلا أقسام أخرى مثلا هناك زاد لشعب معينة بعينها خاصة وهناك زاد لعموم الإيمان فاليقين مثلا مما ينبغي أن يتزود له على طول الطريق كلما نقص اليقين يجب أن يبحث الإنسان عن ما يزيده لأنه اليقين هذا يعني صاير عارف هو أساس في حركة المصلح أساس في حركة المؤمن بدونه يصعب عليه أن يواجه أي شيء وثقوا تماما أن المصلح قد يصمد أمام آلة التعذيب والطغيان والإجرام ومواجهة الباطل ولكنه لا يصمد أمام الشك الداخلي أمام الشك الداخلي بمعنى أنه إذا كان يقينه تاما فلا يستطيع أحد أن يهزمه من الخارج بينما لو كان يقينه ناقصا فأصغر عدو يستطيع أن يهزمه مع أن الجسم هو الجسم والقلب هو القلب والعقل هو العقل لكن الفكرة هو مقدار اليقين الذي في داخل النفس بل قد يصل اليقين بالإنسان إلى أن يستعلي أصلا على فكرة العوائق لا يرى في العوائق يعني يتألم ويراها ويبصرها لكنه لا يراها أمرا يستحق أن يوقف عنده أصلا بل قد يواجهها لا أقول باستحتار ولكن بقدر من خلينا أجيبها بالآية لا ضير يعني ما الزاد سؤال ما الزاد الذي واجه به السحرة تعذيب فرعون اليقين فقط اليقين ما فيه الزاد الذي واجه به السحرة آلة فرعون آلة فرعون هو اليقين سبب ما هو عندهم تخصص علمي تخصص سحري ها هم أعرفوا الناس من خلال هذا التخصص لأن ما جاء به موسى ليس من هذا الجنس أكثر من كل اللي شاهدوا هم يعرفون جيدا أن هذا الذي جرى هو من الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون لساحر أن يصل إلى هذا المستوى أيقنوا لما أيقنوا استهانوا بقضية العذاب المواجه مع أنه عذاب شديد لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا قالوا لن نؤثرك القضية فيها إثار أصلا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إيش السر؟ اليقين إيش اللي جاء خلنا نرجع نقول إيش أنه اليقين هو شعبة من شعب البدايات ولا ينطلق المصلح انطلاقا حقيقيا في طريقه إلا بهذا اليقين وإذا نقص هذا اليقين أثناء الطريق فيحتاج المصلح أن يتزود لهذا الطريق بمزيد من اليقين حتى يعتدل هذا المنسوب فيكمل طريقه بإذن الله تعالى فإن قيل ما نوع اليقين الذي يحتاجه المصلح في طريقه؟ ما نوع اليقين الذي يحتاجه المصلح في طريقه؟ نقول اليقين الذي يحتاجه المصلح في طريقه على نوعين يقين يمكن أن نسميه يقين عام أو مشترك بين عامة المؤمنين ويقين خاص يتعلق بطريق المصلح ومعالمه فأما اليقين العام فهو اليقين بمفردات الإيمان الكبرى وأصوله الكبرى اليقين بأن الله حق اليقين بأن لقاءه حق اليقين بأن محمد صلى الله عليه وسلم حق اليقين بصحة هذا الإسلام اليقين إلى آخره وأما الثاني فهو اليقين بصحة الطريق الذي يسلكه المصلح خاصة في أزمنة الخلافات وأزمنة الإشكالات وتعدد الطرق فهذا يقين أخص ومما يدخل فيه اليقين بمعية الله للمؤمنين هذا الآن أخص من اليقين بأن الله حق وبأن البعث حق وبأن لقاءه حق وبأن الجنة حق وبأن النار حق اليقين بمعية الله للمؤمنين وبنصره لمؤمنين واضح الفكرة طيب قد يقول قائل ولماذا يحتاج المصلح إلى اليقين العام أليس هذا من الأبجديات المعروفة يعني خلاص هو لا يكون المسلم مسلما إلا باليقين بأن الله حق وأن النبي حق صلى الله عليه وسلم وأن الجنة حق وأن النار لماذا لا يكون التركيز في اليقين على اليقين الخاص وهنا وعند هذه النقطة تحديدا يضيق البيان ويعني يتلعثم اللسان لكشف حقيقة احتياج المصلح إلى اليقين العام أكثر من احتياجه إلى اليقين الخاص احتياج المصلح إلى اليقين بأن الله حق وأن لقاءه حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن القرآن حق وهذه الحقائق واستحضاره لهذه الحقائق وثبات هذه الحقائق في قلبه احتياجه إليها أكبر من احتياجه إلى اليقين بصحة الطريق الخاص أن هذا هو المنهج الصحيح من بين المناهج الأخرى وما إلى ذلك فأنا أقول هنا يعني يضيق البيان ويعجز اللسان عن التعبير عن همية أو عن مدى احتياج المصلح لهذا اليقين الخاص هذا اليقين العام وقد تأتي على المصلح أحوال ومحطات وابتلاءات وأحداث في الطريق لا يسعف فيها إلا اليقين بأن الله حق يعني تتبخر كثير من الحقائق الجزئية وربما يطيش العقل عن كثير من الحقائق النظرية ها ولا يبقى مصدر من مصادر الثبات في قلب المؤمن إلا اليقين بأن الله حق وأن الإسلام حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق ومن لم يجرب حقيقة الابتلاءات وشدائد الابتلاءات قد لا يستوعب هذا الكلام على حقيقته أما من خاض وجرب الابتلاءات الشديدة فسيعلم أنه عند الابتلاءات الشديدة ها قد تسقط عندك الحصون المتقدمة ولا يبقى عندك إلا الخطوط الخلفية والحصون الخلفية فأنت أيها المؤمن تذهب ترجع تصعد تنزل لا انفكاك لك عن الحصن الأكبر والأساس أن الله حق وأنه الواحد وأن محمدا حق وأنه خاتم النبيين وأن القرآن حق وأن الله سبحانه وتعالى وأن لقاء الله حق هذه الحقائق الكبرى هي من أعظم وأهم ما يحتاجه المصلح لا باعتبارها جوابا نظريا يقدمه في ورقة امتحان وإنما باعتباره أمرا مستحضرا ثابتا في القلب يولد العمل فإن رابك شيء في صحة هذا الكلام فتذكر أنه بعد كل المسيرة التي ستتسيرها في الحياة بما فيها من علم وقيام وجهاد وصبر وتضحية بعد كل المسيرة التي ستتسيرها في الحياة بعد كل شيء تفعلها في الحياة حين توضع في القبر لن تسأل إلا عن هذه الأبجديات من ربك ما دينك من نبيك يعني تذهب ترجع تروح تنزل ترى ما ردك إلى هذه الحقائق الكبرى جيد وأنا أكرر حتى مع هذا التوضيح فأنا أعجز من أن أو عن أن يعني أشرح مدى احتياج المصلح وحتى وإن كان في الصفوف الأمامية في الجهاد في سبيل الله ولا في أعلى المنابر للخطب والتوضيح والبيان عن مدى احتياجه لأصول الإسلام وأصول اليقين في قلبه أنا الآن بغض النظر ما تكلمت عن الوسيلة ما تقولت هل هي بالتفكر هل هي بالعمل هل هي بالعمل هذا شيء آخر أنا أتكلم الآن عن النتيجة عن أن يكون نظري المسلم دائما؟ المسلم دائما الاستحضار للحقائق الكبرى والاستحضار هذا لا يكون إلا باليقين دوام الاستحضار مواطن الامتحان بالشهوات المحرمة وخاصة بالكبائر فإن من أعظم ما يعصم الإنسان عن الوقوع في المحرمات من أعظم ما يعصمه هو تذكر الحقائق الكبرى وأنه سيلقى الله وأنه يراه وأن الإسلام حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق وأنه إلى هذه الأبجليات الأساسية الكبيرة العظيمة العظمى دعونا نقول واضح إذن فلا يأتي في بال المصلح أثناء الطريق أنه إنما يحتاج إلى اليقين الخاص أنه إنما يحتاج إلى اليقين بصحة الطريق المعين من بين الطرق الإسلامية التي فيها اختلافات فهو وإن كان يحتاج إلى هذا اليقين المعين الخاص فهو إلى اليقين العام أحوج وإن من أعظم ما يهدى الإنسان بسببه إلى اليقين الخاص هو نجاحه في اليقين العام وإذا كان تعلقه بالله عظيما نتيجة شدة تصديقه ويقينه فإن أثر ذلك سينعكس في هداية الله له لما يحب من الطرق التي يجتبي إليها أولياءه ويجتبي إليها العاملين والمصلحين الذين يصطفي لهم سبحانه وتعالى أفضل الخيارات البشرية وبعد ذلك أعلى الدرجات الأخروية ومن الآن على ذلك تأتي هنا أهمية ما يعزز اليقين العام ما يعزز اليقين العام وأنتم تعلمون أن ما يعزز اليقين العام بالنسبة للمؤمن المصلح السالك الذي يجاهد في سبيل الله وينصر دين الله ليس هو بالضرورة ما يعزز اليقين العام عند الملحد المشكك أو المشكك فهمت الفكرة؟ فالمؤمن السالك المصلح لا يحتاج في تعزيز اليقين العام لطويل جدل نظري وتفصيلات أدلة عقلية وإن كان يستفيدوا منها من ناحية الأدلة العقلية وإنما يحتاج إلى ما يغذي اليقين ما يغذي اليقين بشكل يومي بحيث يظل هذا اليقين قويا متقدا ومن أعظم ما يغذي هذا اليقين اليومي هو الصلاة إذا أديت بشكل صحيح الصلاة إذا أديت بشكل صحيح واستحضر فيها الذكر الذي ورد فيها أثناء أدائه واحد والتفكر في القرآن والتدبر في آياته وثلاثة سيد الاستغفار فأنا برأيي سيد الاستغفار من مجددات اليقين اليومية تفكر في ألفاظه اللهم أنت ربي الحقائق الكبرى اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك حقائق الكبرى أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوبة إلا أنت طيب بالله يقف معي كذا وقف التأمل مختصرة جدا 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 مختصرة جدا جدا لأنها في كلمة حتى تربط بين كل هذا الكلام تأملوا يا جماعة تأملوا بالله يقفوا معي مع هذا اللفظ ما يحتاج تعليق بس عشان تشوف وتقول أوه الله صح سبحان الله إيش قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الذكر من قاله من الليل إيش إيش موقنا به فمات من ليلته دخل الجنش من قاله من الصباح إيش احتاج تعليق ولا خلاص بس نحط موقنا عليها دائر وتفكر فيها واضح ربطت بين الأمور واضح موقنا يعني فضل هذا الذكر ليس في قوله باللسان فضل هذا الذكر لمن قاله موقنا وكما أنه لمن قاله موقنا فمن أعظم ثمراته تعزيز اليقين وزيادة اليقين وزيادة الإيمان وقوله في الصباح موقنا يعينك على قوله في الليل موقنا وقوله في اليوم موقنا يعينك على قوله غدا موقنا فهو يقين يستجلب اليقين أو يستجلب المزيد من اليقين واضح إذن ما يحتاج إليه المصلح من اليقين هو اليقين العام واليقين الخاص قد نكثر الحديث عن اليقين الخاص ويدخل فيه إيش؟ معالم المنهج الإصلاحي المركزيات المتعلقة مركزية التزكية مركزية المركزيات مدريش كذا مركزية هدينا بياج إصلاحي المعالم التفصيلي هذا كله يقين يحتاج إليه لكن أهم منه وأعلى منه وأزكى منه وأشرف منه هو اليقين العام الذي قد يظن البعض أنه بعكس ذلك قد يظن البعض أنه اليقين العام خلص خلص وهو لطبقة العوام وأن الأشرف والأعلى هو اليقين الخاص المتعلق بصحة الطريق والحقيقة بعكس ذلك أن اليقين الأعلى والأزكى والأشرف هو اليقين العام الأصلي الأساسي المتعلق بحقائق الدين الكبرى وبأن الله حق وبأنه يراك ويسمعك وأنك ستلقاه هذا هو أعظم يقين ثم بعد ذلك طبعا هذا اليقين من أهم روافده ما ذكرته قبل قليل المعززات الإيمانية المتعلقة بالصلاة والذكر وما إلى ذلك بينما اليقين الخاص اليقين الخاص المتعلق بصحة الطريق من بين الاختلافات وما إلى ذلك فمن أهم معززاته إيش العلم هل العلم يدخل في معززات اليقين العام نعم ولكن العلم نوع معين من العلم وهو العلم بالله سبحانه وتعالى أما اليقين الخاص فلا ينشأ إلا من علم مفصل ليس فقط بالله سبحانه وتعالى وإنما العلم بالمعالم التفصيلية لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع المواضع في سيرته التي تدل على صحة الطريق الإصلاحي ومن الصعب أن ينشأ اليقين الخاص دون معرفة بالواقع من الصعب أن ينشأ اليقين الخاص دون معرفة بالواقع وهنا تأتي أهمية العلم بالواقع والوعي بالواقع حتى ما تصير ترف فكري وإنما لها دور في اليقين ليش لها دور في اليقين لأنك لما تطابق بين منهج مفصل للأنبياء وتريد أن توقن بصحة أنت ما عندك شكال في أساسي لكن أنت الآن تريد أن توقن بطريق تسير عليه عمليا هذا لا يكون إلا بتنزيله على واقع معين ولا يمكن أن ينزل نزولا صحيحا على واقع معين إلا إذا كان لديك علم بهذا الواقع حتى تقول في مثل هذا الواقع فعل موسى عليه السلام كذا وفي مثل هذا الواقع فعل إبراهيم عليه السلام كذا وفي مثل هذا الواقع فعل محمد صلى الله عليه وسلم كذا فأنا أفعل كما فعلوا ولا يمكن أن تأتي ذلك دون علم بهذا الواقع ودون علم بالشرع فإذا طابقت بين الأمرين إذا طابقت بين الأمرين فنزلت إلى هذا الواقع بعلم مستنبط من هدي الأنبياء لتطابق على هذا الواقع ثم تسير به وتتحرك به فإن هذه الحركة المبنية على علم بالشرع وعلم بالواقع هي من أعظم وأجل وأكبر ما يزيد اليقين الخاص هذا اليقين الخاص ترى هو يصير زي العجلة التي تحمل الماء وتعيده وتأخذ من الماء وتعيده يعني لازم اليقين الخاص ما يتعزز ولو أخذت ألف محاضرة عن المنهج الإصلاحي لا يتعزز بهذا فقط وإن كان شرطا وإنما إذا نزلت بهذا المنهج الإصلاحي إلى الواقع فرأيت بركته وأثره والهداية والخير الذي فيه رأيت هذا بعينيك نتيجة موافقتك للحق الذي جاء به الأنبياء ونتيجة لفقهك في تنزيلك هذا الهدي على الواقع الذي سينتج من هذه الحركة ومن هذا العمل هو نوع من البركة ونوع من الأثر ونوع من النور الذي تراه بعينيك سترى فيه ما يعزز يقينك بما لا يقل أهمية عن ما عزز يقينك من العلم النظري واضح؟ كما أن العبادة اليومية تعزز اليقين العام وفرق بين إنسان يقرأ ألف كتاب عن أدلة وجود الله وبين إنسان يصلي قانتاً خاشعاً مستحضراً للأذكار مستحضراً معاني الآيات معاني الأذكار ويحافظ عليها ويقرأ سيد الاستغفار بقلبه موقناً به ويتأمل ويتفكر في هذا الذكر وفي هذا الفضل هذا سيصل في اليقين بصحة الإسلام وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يحصل عند من اكتفى بالقراءة النظرية في أدلة صحة الطريق واضح الفكرة؟ طبعاً ولا يستغنى بهذا عن هذا ولا بهذا عن ذاك فيحتاج الإنسان وكل بحسبه فإذا وجد حال شيء من الشك فيحتاج الإنسان أن يعزز الجانب النظري وإذا كان قلبه الإنسان مطمئن فيحتاج أن يتوجه إلى الجانب العملي التعبد الذي يزيد هذا اليقين والإيمان واضح؟ فهذا ما يعزز اليقين العام وهذا ما يعزز اليقين الخاص إذن لتعزيز اليقين العام واليقين الخاص لا بد من رافدين لكل منهما رافد علمي ورافد عملي ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى حالة اليقين المستقرة التامة المباركة المنيرة إلا باجتماع هذين الرافدين إلا باجتماع هذين الرافدين لا بد أن يرى الإنسان هذين الرافدين ويتزود من خلال هذين الرافدين لينضج يقينه وينير ويثمر ثم بعد ذلك لا تسل لا تسل عن مقدار الثبات الذي يمكن أن يثبت عليه الإنسان طيب هذا الثبات الذي يمكن أن يثبت عليه الإنسان نتيجة هذا اليقين لن يفهمه إلا أصحابه اليقين بمعنى هذا النوع من الثبات لغير الموقن غير مفهوم كيف يمكن لإنسان من لحم ودم أن يمشط بأمشاط الحديد يمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده وعظمه من لحم وعصب ما يرده ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيفرق باثنتين ما يرده ذلك عن دينه تخيل هذه الصورة عند إنسان آخر منحط في الشهوات وفي الملذات وفي الدنيا ويسعى بيديه ورجليه ليزداده من هذه الدنيا ثم يقال له المنشار على رأسك تفرق باثنتين هو ما يستطيع استوعب يعني إنه ليش هذا التعب يعني ليش هذا النصب ليش هذا واضح الفكرة يمكن أن تقول له من شهر واثنتين تأخذ عليها مليون دولار يمكن يوافق يعني بس إنه فكرة إنه هو يعني لأجل حقيقة إنه يؤمن بالله ويثبت على هذا الدين هذا شيء غير مفهوم شيء غير مفهوم ولذلك تجد أن أثبت الناس عند الشدائد هم الذين يمتلكون أثبت أو أعلى درجات اليقين وهؤلاء لا يمكن أن يصلوا إلى هذه الدرجة أو لنقل لا يمكن أن يثبتوا على هذه الدرجة إلا بتغذية دائمة من العمل لا بد من تغذية دائمة من العمل طيب نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه نكتفي بهذا القدر في شرح الطريق أو الزاد الذي يحتاج إليه في الطريق كمحطات وفي ذكر أول شعبة من شعب الزاد وهو اليقين وبإذن الله تعالى في اللقاءات القادمة نأخذ شعبا أخرى من شعب الزاد كمثل ما أخذنا اليقين سواء التوكل أو غير التوكل من الشعب المحتاج إليها في طريق الإصلاح في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يهدينا ويسددنا وأن يعفو عنا ويعافينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر